موسيقى اليوم نتحدث عن تقنيتين تم تقديمها لأول مرة عالمياً في دولة الإمارات أول حاجة إدخال تقنية الميتافيرس في امتحان ممارسي المهنة الطبية دون الحاجة للقدوم إلى الإمارات ويتلقى نتيجة المقابلة الشخصية مباشرة إلكترونياً هذه التقنية بها ميزة جميلة ويميزة الذكاء الاصطناعي تقوم بقراءة ملامح الوجه بالتحكم في منع التلاعب والغش وسوف يتم التطبيق التدريجي ابتداء من الأسبوع القادم وتكون الإمارات من أوائل دول العالم لتطبيق امتحان الأطباء باستخدام تقنية الميتافيرس هناك تقنية قدمت على منصة الوزارة هذه باستخدام الكاميرا الحرارية بتقنية عالية وسوف يتم إجراء الدراسات السريرية في دولة الإمارات قريباً وعند نجاح إن شاء الله التقنية سوف يتم تطبيق هذه التقنية في الإمارات وإحدى الدول كأول دولتين على مستوى العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر